اكي جزء ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شقرا المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجهك شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه وما الله بغافل عما يعملون ولين تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلة وما بعض بتابع قبلة بعض ولين اتبعت أهواءهم من بعض ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أوتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إنما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما رسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بيما وما تتوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أزلنا من البينات والهدى من بعض ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وكفروا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدنا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يغذروا وإلهكم لا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفرك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيى بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دول الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذابا وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خدوات الشيطان إنه لك عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألف عليه أبانا أولم كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونضاء صل من ذكب العمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كتمية وتعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بتونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يام القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تؤلوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وعات المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ويقام الصلاة وعات الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والبراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحصان ذلك تخفيف من ربك ورحمة فمن اعتذاب بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي يا أولي الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حذر حذكم الموت إن ترج خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريدا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة السيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنت لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا البيوت من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن يعتدوا عليكم فاعتدوا عليكم بمث ما اعتدوا عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وافقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التالكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن احسرت فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلا فما كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا ميتم فما تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن آله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد تقومت تقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتعوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا كما أعذاكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفوذ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قذيتم ناسككم فاذكروا الله كذكركوا آباءكم وشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولاك لهم نسيب مما كسبوا والله سريع الحصاب واذكروا الله في أيام معذوذات فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم لي تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحاف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قل له اتق الله خذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدوم مبين فهن ينزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتي أم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كماتنا من آية بينه ومن يبذل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقوب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسام كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات وباقي عن بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتما تدخل الجنة ولما يأتقوا مثال الذين خلوا من قبلكم بستتهم الباساء والدراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نسر الله ألا إن نسر الله قريب يسألونك ماذا ينفيقون قل ما أنفاقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علي كتب عليكم القتال ووكر لكم عسى أن تكلهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا ووشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشار الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج عنه منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القدر ولا يزالون يقاتلونك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيامة وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجلوا وجاهدوا في سبيل الله لا يكي يرجو رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميزر قل فيهما إثمه كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات معلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح الله خير وإن تخالدوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمنوا خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوه إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قلهم هذا فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشيتم فقدموا لي أنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عردة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربسوا أربعة أشهر فيفاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن يكن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن يرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم التلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لك ما تأخذوا مما أعتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدث به فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا أتلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكهن بمعروف لو سرحوهن بمعروف ولا تمسكهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظالم نفسه ولا تتخذوا آيات لا يزوى فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا تلقتم النساء فبلغنا جلهن فلا تعذلهن أيانك إحنا أزواجهن إذا ترادوا بينهم المعروف ذلك يوعظ بما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ما اسكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلموا والوالدات يرضي عن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرداع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاوريا فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ماتيتم بالمعروف واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذي ليتنفعون منكم ويذرون أزواجا يتربسن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا جلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عردتم به من خطبة النسائية وكنات في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عودة النجاح حتى يبلغ الكتابا جنة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن تلقتم من نساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع قذره وعلى المختر قذره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريدة فنسوهن ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النجاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على السلامات والسلامة وقوموا لله قانتين فإن خيرتم فرجالا أو ركبانا فإذا ميتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتأفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمتلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليهم من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم ترين الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ومبعث لنا ملك أن نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بستة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل الطالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة ميده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت مجنوده قال الذين يظنون أنهم لا قل الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتلت داود الجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر